موسيقى بين السلطة والسلطة الرابعة مناوشات وصلت حد الانتهاكات لحريات الإعلاميين واعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية وملاحقتهم أمنيا وقضائيا الأمر الذي دفع بالصحفيين بالاعتصام أمام رئاسة الوزراء تستدرجون من خلال هذه الممارسات والانتهاكات بحقنا التي لن نسمح بها نقول لكم نحن أخوة وأبناء صحيح ولكن عليكم أن ترفعوا أيديكم عن الصحفيين عليكم أن توفروا الحماية للصحفيين هذا توركم الأساسي أن تحمونا من اعتداءات قوات الاحتلال لا أن تكونوا شريكا في هذه الانتهاكات والاعتداءات رئيس الوزراء أكد أنه مع الحرية الكاملة للصحفي والمواطن وأن الحكومة ليست على عداء مع صحفيها علمت أن هناك عدد من الإخوان الصحفيين أو قبالة مجلس الوزراء سننظر في موضوع الشكوى التي يتكلمون عنها بالتأكيد سننظر فيها وسنحقق في الموضوع وإذا كان هناك مخالفات سنحاسب أنه مسؤول عن هذه المخالفات ولكن أيضا الصحافة يجب أن تكون تراعي الوضع العام التي تعاني من فلسطين في هذه الفترة بالذات نحن تحت احتلال ونحن لدينا تحديات كبيرة إذا تنظر المفاوضات حاليا المشاكل التي نواجهها مع الإسرائيليين الصحفيون المعتصمون قالوا أن الأجهزة الأمنية تجبرهم على معاداتها وأنهم على الطريق الصحيح بكشف قضايا الفساد وطلبوا السلطة القضائية بالوقوف على مسؤولياتها يذكر أن إعلاميان احتجزا قبل أيام بتهمة التشهير والذم لبعض المسؤولين على صفحات التواصل الاجتماعي لتلفزيون القدس كينان عيسى رام الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر